تستضيف العاصمة القطرية دوحة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتعد حاسمة للتوصل لاتفاق التهدئة وإطلاق صراح المحتجزين هذا وتجري الجولة بمشاركة ممثلين عن مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل فيما تغيب عنها حركة حماس في الوقت الذي تبص فيه الولايات المتحدة بحذر عنباء متفائلة إزاء محادسات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يأسد شبه إجماع في تل أبيب على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيجهد أي محاولة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم مقترح جديد لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس خلال جولة الدوحة التي يطلق عليها لقاء الفرصة الأخيرة صحيفة يدعوت أحنوت الإسرائيلية من جانبها ذكرت أن الإدارة الأمريكية تعتزم أيضاً ممارسة ضغوط شديدة على الأطراف من أجل مصادقة فورية على مبادئ مقترحها الجديد يأتي ذلك فيما تشير مصادر إسرائيلية إلى استمرار نتنياهو في طرح شروط جديدة في المفاوضات وآخرها ترحيل جميع قادة الصف الأول والثاني والثالث في حماس علاوة على تمسكه بالبقاء في محور فلاديلفيا ووضع حواجز إسرائيلية على محور نتساريم لضمان عدم نقل أسلحة ومسلحين من جنوب القطاع إلى شماله مع استخدام حق الفيتو على الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تبادلهم والإصرار على ترحيل القسم الأكبر منهم إلى الخارج والحصول على قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من جهتها أعلنت حركة حماس أنها لن تشارك في جولة الدوحة وأكدت الحركة أنها متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في الثاني من شهر يوليو الماضي معتبرة أن الذهاب لمفاوضات جديدة سيتيح للاحتلال فرض شروط جديدة وارتكاب المزيد من المجازر وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اخترح وقفا لإطلاق النار من سلاس مراحل في خضاب ألقاه في الحادي والسلاسين من مايو الماضي وتحاول الولايات المتحدة بدعم من مصر وقطر منذ ذلك الحين ترتيب صفقة وقف إطلاق النار في غزة مقابل إعادة المحتجزين إلا أن عقبات متكررة من الجانب الإسرائيلي تقف في وجه إنجاز هذا الاتفاق وترى الولايات المتحدة والوسطاء أن وقف إطلاق النار في غزة سيحد من تنامي فرص اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط حيث تتزايد مخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقا عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحماسة إسماعيل هنية في إيران والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت واستدبع اغتيالهما تهديدات بالانتقام من إسرائيل